السلام عليكم ورحمة الله خبر عاجل من هيئة الرأي هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بإدامة حانات الدور الثالث لكافة الدروس وتحدد الواحد وعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاقة يعني هيئة الرأي حددت الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية صف الثالث الابتدائي والصف الثالث متوسط والصف الثالث الاعدادي ويوم واحد وعشرين بهذا الشهر ويبدأ الدوام ساعة اثنى عشر الظهر يعني الامتحان يبدأ اثنى عشر الظهر وكافة الدروس يعني بكل الدروس حتى لو راسب بكل الدروس انت تمتحن وكل مادة لازم تدفع مبلغ خمسة وعشرين الف اما بالنسبة لهذا جدول السالث الاعدادي وهذا جدول المهنية اما بالنسبة للصف السالث الابتدائي والصف الثالث متوسط بالنسبة لجدولهم لازم يراجعون المدرسة مالتهم ومنها يعني ياخذون الجدول هذا الخبر الاول الخبر الثاني هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر السماح لطلبة الغش الجماعي بإداءة امتحانات الدور الثالث يعني حتى قررت السماح لطلبة الغش الجماعي يمتحنون دور الثالث وبالتوفيق